عمر عصر لعب تنس التولة لتأهل كمان لدور التالت في منافسات فردي الرجال بعد فوزه على الاوكراني ليوكو طبعا من نتيجة اربع تلاتة وزي ما قلنا منتخب اياد خسر امام الدنمارك بنتيجة اتنين وثلاثين سبعة وعشرين في الجولة التانية من منافسات المجموعة التانية وده طبعا كل التوفيق لمنتخب اياد في المرحلة المقبلة ان شاء الله بازن الله يرفعوا راسنا وكل الثقة في فارندي المدير الفاني انه يقدر يعيد الحسابات مرة اخرى ونوصل الى ابعد الحدود ومن كورت الياد نروح للنرويجي مختلط الريشة طبعا الطائرة وخسر السنائي ادعم حاتم وضح هاني مباراتهم التالت والاخيرة امام الفريق الولندي اتنين صفر بنتائج واحد وعشرين تسعة وواحد وعشرين اربع امام ندا حافز لعيبة سلاح سيف المبارزة فودعت طبعا المنافسات بعد الخسارة امام الكورية الجنوبية جون كيم من نتيجة خمستاشر اربع في دور الاتنين وثلاثين وكمان ودع محمد حسن لعب سلاح الشيش المنافسات بعد الخسارة امام ايطاليا لايطاليا عفوا دانيل جاروزو في دور الاتنين وثلاثين نتيجة خمستاشر ستة ولسه كمان مع منافسات الشيش ودع علاء ابو القاسم ومحمد حمزة اللي منافسات في ربع النهائي امام الياباني تاكيهيرو تشيكيني والتشيكي عليكزاندر تشوبينيتش لسه طبعا كمين اخبارنا ومن الشيش نروح للرماية وانا هاعزني محلبة طبعا منافسات الرماية سكيت في المركز الحداشر بعد الاصاب 73 من اصل 75 هدف ولسه مع الرماية مكمليين ومصطفى حمدي اخفق في الوصول للنهائي بعد ان اصاب 67 من 75 هدف اما السنائي هادية حسني وضوحة هاني ودعوا منافسات زوجي طبعا سيدات الريشة الطايرة بعد الخسارة في الجولة التانية من دور المجموعات امام السنائي الولندي تشيرل ساينين وسيلينا بيك طبعا بن شوطين دون رد هنروح لوقتي الفاصل السريع ونرجع نكمل باية فخراته في 60 دقيقة توكيو خليكم معنا